سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم موطني 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 ذا الهباء موطني 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 يا أنا رغم كيد العذا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أنت عم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهباء بالمسير للعنى ومناجاة القمم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سيد جدا بكم النهاردة وسيدين أنا جايب لكم طرية هي من أقوى الطرق على الإطلاق لعلاج مرض السكر بشكل نهائي في 30 يوم بس طرية دي استعملناها في العداد بتاعتنا وكانت دفع قوية جدا النتائج مش هنقول سبين في المية ولا ثمانين في المية نتائج مية في المية علشان كده أنا عايز كل الناس اللي بتسمع تمسك الوراء والألم وتكتب ورانا الطريقة كالآتي أول ما تصحم النوم قبل ما تعمل أي حاجة اشرب أربع كبيات مية دافية على الريق يبقى أول حاجة شرب أربع أكواب ماء دافئ على الريقة طبعا في بعض الجزيات البسيطة المية اللي بتشربها دي لازم تكون مية ناقية ناقية دي يعني تبقى مية مفلطرة أو مية شريحة ما بيسموه هنا في السودان مية صحة مية صحة أو في مصر مية معدنية سواء كان يعني ما مية معدة بشكل خاص مش مية اللي بتاعتنا اللي بيبقى فيها مرارة اللي بيبقى فيها نسبة أملحة عالية جدا يبقى أول حاجة بنشرب أربع كبات مية دافية على الريق المية تكون ناقية مفلطرة أو مية معدنية أو مية صحة طب صحة الكوباية اللي هنشرب فيها تبقى دي صحة الكوباية اللي نشرب فيها مية وستين ميلي مية وستين ميلي يعني مثلا تقريبا زي زي الكوباية دي مثلا ما تقلش عن كده يبقى أول حاجة نشرب أربع كبات مية دافية على الريق قبل بعد الاستيقاظ مباشرة ندف مية معدنية أو مية صحة ونشربها مع الريق سعب تبقى نفس الحجم ده تقريبا مية وستين ميلي أكتر شوية أقل حاجة بسيطة لكن لا تتقل لا 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 يعني يفضل لا تتقل عن مية وستين ثاني حاجة هنمعد الفترة ما بين الفطار وشرب المية ما لا يقل عن خمسة واربعين دقيقة يعني انت تشرب المية تعرف في الساعة كم بعد خمسة واربعين دقيقة بالضبط بتبدأ وجبة الفطار شوف اللي انا قلت لك دي حاجة بسيطة جدا اي حاجة تحط فيها مية بتحط فيها حياة بالفعل بالفعل الناس كانت بتنزل من الاسبوع الاول ارقام هيلة بتقول انا بقى لك خمس سنين كتل السكر بتاعها خمسة ومية ينزل في اسبوع واحد لمية وخمسين اشاهد من الموضوع لو انتم بشوتوا بتقنية دي برامو انها بسيطة جدا الا ان مفعولها مفعول السحر في العلاج شكرا ليكم اضغطوا لايك وشيروا الفيديو علشان الناس اللي عندها سكر تستفيد اكبر افادة ممكنة قد تنقذ حياة شخص انسان ممكن يقعد طول حياته يروح للاطباء علشان مرض مزمن زي كده الا انا بوعدكم ومجرد ان انتمشوا على الطريقة دي والوصفة دي بيتم التخلص بشكل كامل من مرض السكر شكرا ليكم شيروا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته